أنماط عديدة من عمليات الاعتقال والإخفاء القسري تقوم بها ميليشيا الحوثي لم تتوقف عند فئة عمرية معينة بل طالت الجميع من رجال ونساء إلى مسنين وأطفال هذا ما تؤكده المنظمات الحقوقية بين فترة وأخرى التعالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان قال إنه وثق أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة حالة إخفاء قسري في اليمن وذلك منذ بداية الإنقلاب توزعت في كل من صنعاء والبيضاء والحديدة وثلاث محافظات أخرى عمليات الاختطاف والإخفاء التي تطال الناشطين والسياسيين والنساء والأطفال بحسب تحالف رصد غالبا ما تقوم بها ميليشيا الحوثي من خلال مداهمة المنازل ومقرات العمل والطرقات العامة وهي انتهاكات يصفها حقوقيون بالصارخة ضد حقوق الإنسان والحريات العامة الاعتداءات بحسب تحالف رصد طالت أيضا المنظمات الحقوقية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين فيها حيث تنوعت بين القتل والاختطاف وإغلاق المكاتب بقوة السلاح ناشطون حقوقيون وعدد من المنظمات طالبوا خلال ندوة جديدة في مجلس حقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لكشف أماكن احتجاز المخفيين وتحديد مصيرهم ومحاسبة المتسببين انتهاكات لا تتوقف إذن وإحصائيات تزداد أرقامها بشكل دوري وهي دائرة رعب تتسع في مناطق سيطرة الحوثيين كل يوم اشتركوا في القناة